يا جماعة شو هو الفرق بين الرجل و بين الذكر الذكورة في منهم كثير بس الرجال اقلال لأنه مو كل ذكر هو رجل لأنه الرجال صادقين وعوفياء من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه لأنه الرجال ما في شيء يشغلون عن عبادة الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنه الله لما أرسل رسل أرسل رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يا جماعة قديما أول ما كانت ولد المرأة الناس فورا كانت تعرف إذا جاب الذكر أو أنثى بس بهذا الزمن للأسف في بعض البشر عم توصل عمره عشرين ولا ثلاثين وما كنا نميز إذا هو ذكر أو أنثى فإيمة هذا رح يصير رجل سلام عليكم يا أخي إذا إجاك مولود جديد أولا أشكر الله وإحمده قال إبراهيم الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وأسحاق وتعويذه عند ولادته قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وكذا النبي كان يعوذ الحسن والحسين اتلاتي تختار له اسم حلو لا تسمي أسماء بشعي يا أخي التحنيك هي أنك تمضغ تمرة والدل اكتم المولود فيها الدليل في صحيح البخاري لما ولد عبد الله بن الزبير النبي أخذ تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه والعقيقة إذا تيسر معك هي شاتين عن الذكر وشات وحدة عن البنت لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه في يوم سابعه والختان وقص شعر المولود الذكر باليوم السابع أما البنت ما تحتاج أما أنه أنت تتصدق بوزنه ذهبا لا يثبت والأذان بين أذن اليمنى للمولود حديثها ضعيف والإقامة في الأذن اليسرى حديثها مكذوب لا يثبت وأتمنى يا ناس تهتموا بتربية الأولاد وتعليمون وتأديبون يعني لا تتركوا للشارع ربي لك ولا تتركوا للأنترنت يضيع لك ولا تتركوا لأصدقاء السوء علم لك لأنه إذا ما جلسته هو صغير رح يعزبك وهو كبير هاي نصيحة منها العبد الفقير يا جماعة أفضل رجل بعد النبي محمد هو أبو بكر وهذا عند جماهير الأمة هو صديق الأمة هو صاحب النبي هو أول من أسلم من الرجال هو يلي آمن بالنبي لما كذبوه الناس هو يلي أعطى النبي لما معنعوه الناس هو يلي واسى النبي بنفسه وماله لما تصدق بماله كله سأله النبي ما تركت لأهلك يا أبا بكر قال تركت لهم الله ورسوله النبي قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبو بكر النبي في صحيح مسلم قال لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي النبي قال عن أبو بكر في الجنة النبي لما سأل عن أحب الرجال إليه قال أبو بكر النبي في مرض موته ما أمر أحد أن يصلي بالناس إلا أبو بكر محمد بن الحنفية سأل أبوه علي بن أبي طالب يا أبي أي هذه الأمة خير بعد نبيها قال أبو بكر صديق الأمة فرضي الله عنه يا جماع عثماني اللي الملائكة تستحي منه عثماني اللي النبي زوجوا بابنتيه عثماني اللي النبي بشروا بالجنة عثماني اللي هاجر الهجرتين فنال الفضيلتين عثماني اللي كان ثالث الخلفاء الراشدين المهديين عثماني اللي جمع القرآن النبي في البخاري قال من حفر رومة فله الجنة في اللي حفر بأ الرومة هو عثمان النبي في البخاري قال من جهز ديش العصرة فله الجنة في اللي جهزه هو عثمان عثماني اللي استشهده هو يقرأ القرآن عثمان وما أدرى كما عثمان فرضي الله عن صهر النبي عثمان يا جماعة بيع الدين بالدين ما بجوز مثلا أنا رحت لعن تاجر قلت له بدي عشرة طون رز حبة قصيرة نسبة الكسر فيه 5% معبأ كيلو كيلو موعد التسليم بعد شهرين بس أنا ما دفعت هذا اسمه بيع الدين بالدين بالمختصر أنا إلي عن تاجر عشرة طون رز موصوف وصفا تاما كاملا اتفقنا بس ما دفعت هذا البيع ما بيجوز لأنه فيه غرر واللي قالوا أنه ما بيجوز ابن قدامى في المغني وابن تيمية في الفتاوي وابن عبدالبر في التمهيد بل أن ابن المنذر نقل الإجماع أن الدين بالدين بيعه لا يجوز افرض أني أنا دفعت نص المبلغ بها الحالة بيكون صحيح فيما دفع وبطل فيما لم يدفع هذا والله أعلم يا جماعة بالنسبة للكفارة إذا قلت عهدا لله ما أفعلها الشيء فعلته فكفارة العهد كفارة يمين إذا قلت علي الحرام ما أعملها الشيء وعملته كفارته كفارة يمين إذا قلت والله ما أفعله فعلت فكفارته كفارة يمين إذا نذرت ذبح أو صيام وعجزت نهائيا عن إيفاء النذر يعني نهائيا تكفر كفارة يمين لأنه النبي في صحيح مسلم قال كفارة النذر كفارة يمين وكفارة اليمين أنه تطعم عشر مساكين مشي الوسطي اللي أنت تاكله رز أو لحمة أو برغل أو شاورمة أو تحرير الرقبة إذا ما استطعت تصوم ثلاثة أيام هذا والله أعلم سلام عليكم من مراتب المصيبة في المرتبة الأولى المصيبة في الدين في المرتبة الثانية المصيبة في العرض في المرتبة الثالثة المصيبة في الصحة والبدن في المرتبة الرابعة المصيبة في المال فبعض الناس بها الزمن قلبون فجعلوا في المرتبة الأولى مصيبة المال أعظم من مصيبة الدين فأسأل الله أنه يعلمنا ويهدينا ويهديهم قلوا آمين هذا والله أعلم ما يلي صلى الجمعة ما في داعي صلي صلاة الظهر لأن صلاة الجمعة تقوم مقام الظهر وما ورد عن النبي أنه كان يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة بعدين الله يلي قال في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي صلاة مقصودة بالآية الله يلي قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي صلاة مقصودة بالآية صلاة الجمعة فصلاة الظهر في يوم الجمعة تكون للنساء والمسافرين وإذا أنت حبيت تصلي بعد الجمعة فصلي نافلة لأنه ورد عن النبي أحيانا كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وأحيانا كان يصلي أربعة وورد حديث في صحيح مسلم في سنده بعض المقال أنه النبي قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة يعني من أراد أن يصلي وورد عن ابن عمر بعد الجمعة كان يصلي أربعة في المسجد وإذا صلىها في البيت كان يصليها اثنتين هذا والله أعلم كماع المطاعم في أوروبا حرام أنك تشتغل فيها بتوصيل لحم الخنزير أو مشتقاته وكمان البيتزا يلي فيها لحم خنزير وحتى اللحم يلي ما ذكي كمان حرام حرام أنك تشتغل فيها بتوصيل كاراتين الخمر لأنه كبيرة من الكبائر ولو كنت قرسون حرام تقدم الخمر وحرام تجلي الكاسات يلي كمان فيها خمر لأنه أنت تعاون على الإثم والله قال ولا تعاون على الإثم والعدوان لا تقل لي مضطر هاي مو ضرورة وبعدين بأوروبا ما في غير هالشغل في آلاف المعامل يا أخي يا ناس يلي رح يترك شيء لله الله رح يعوده يا ناس النبي قال كل جسد نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به يا ناس الرزاق هو الله رزقك مكتوب ليش لا تأخذ بالحرام ليش لا تطعم أهلك من الحرام ليش لا تظلم حالك وترتكبها الحرام حتى إذا تصدقت الله ما رح يقبل لأن الله طيب لا يقبل وإلا طيب فنصيحة اترك الحرام ودور على الحلال الطيب هذا والله أعلم جماعة اللحية مو بس للشيخ والنقاب مو بس لزوجة الشيخ وغض البصر مو بس للشيخ وترك الموسيقى مو بس لزوجة الشيخ والجامع وصلاة الجمعة مو بس للشيخ وترك النمص والوشم مو بس لزوجة الشيخ ويكتب الكتام ويغسل الأموات مو بس للشيخ سماعة القرآن وتشغيله بالبيت مو بس لزوجة الشيخ تعلم الأحاديث وطلب العلم وإمامة الناس مو بس للشيخ يا ناس الدين مو بس للشيخ وزوج الشيخ الحلال والحرام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تبليغ الآيات الوعد والنصيحة مو بس للشيخ يمكن يجي زمن إذا تصلي رح يقولولك صرة هل علينا شيخ وكأنه الدين مطالب بس به الشيخ يا جماعة سيد الاستغفار أنك تقول اللهم أنت ربي هذا إيمان بالله لا إله إلا أنت هذا توحيد لله خلقتني وأنا عبدك عبودي لله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت طاعة لله أعوذ بك من شر ما صنعت التجاء إلى الله أبوء لك بنعمتك علي شكر لله وأبوء بذنبي اعتراف لله فاخفر لي طلب من الله فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت توسل إلى الله لهيك اسم سيد الاستغفار والنبي قال في صحيح البخاري من قالها من النهار مقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة فيارب اجعلنا من أهل الجنان أنا وكل واحد يقول آمين سلام عليكم يا جماعة النمل يلي بالبيت يفوت على المطبخ أو بين السكر والكاسات واللطبخ إذا في مجال تصرف بأي طريقة غير القتل فهذا حسن إذا ما شفت أي طريقة إلا القتل فيجوز لأنه ثبت حديث في صحيح البخاري أن النبي قال لدغت نبيا من الأنبياء نملة فأمر ببيت النملة فأحرق فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح هل لا نملة واحدة فجوز بعض العلماء قتل النمل المؤذي أو الحشرات المؤذية والله أب يا جماعة نحن مطالبين بالدعاء كمان مطالبين بالإيمان بالقضاء قال الله لكل أجل كتاب وقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له لكن من العلماء من يقول أن الكتاب كتابان كتاب الذي هو عند الله لا يتبدل ولا يتغير يعني الخير الذي في هذا الكتاب سيأتيك سواء دعيت ولا ما دعيت ومنهم يقول الكتاب الثاني هو الذي يكون بين يدي الملائكة فالله يقول للملائكة اكتبوا لعبدي من الخير كذا وكذا إذا دعا كذا وكذا هذا قول لبعض أهل العلم في هذه المسألة قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والله أعلم يا جماعة الله في السماء شاء من شاء وأبى من أبى قال ربي آمنتم من في السماء النبي سأل الجارية أين الله في صحي مسلم قالت في السماء قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه قال الله إليه يصعد الكلم الطيب قال الله تعرج الملائكة قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر قالت زينب بن تجحش في صحيح البخاري زوجني له من فوق سبع سماوات وبعدين فرعون قال لهامان يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يعني موسى كان يعلم القوم أن إلهه في السماء هذا كلام ربي وكلام نبي إذا جبت كلام من بيت أبوي ومن بيت أمي ضربه بعرض الحاط يا أخي لا أدخل إن الله في كل مكان ليش الطابق التحتاني مو مكان ليش بطك مو مكان ليش أحشاء الخنزير مو مكان أعوذ بالله من هذا وبعدين اللي يقولون إن الله ليس في كل مكان هم يعبدون عدما ينكرون كلام ربي وكلام نبي وأعوذ بالله من هذا أعوذ بالله من هذا والله أعلم يا جماعة المباهلة معنات الملاعنة يعني إذا صار اختلاف بمسألة من المسائل فكل واحد يدي على التاني إنه الله يطرد من رحمته يقول لعنة الله على الظالم والكاذب منا والنبي أراد مباهلة نصارى نجران في مسألة عيسى عليه السلام ومائجه والمباهلة بين المسلمين الابتعاد عنها أولى لأنه رح تحل اللعنة على واحد منهم وما ورد إنه صارت مباهلات وملاعنات بين الصحابة وبين بعضهم هو ورد عن ابن عباس واليحرر كان يتكلم ببعض مسائل المواريث وقال من شاء باهلته عند المقام بس ما باهل حدا ولا الصحابة فعلوا هذا أما المباهلة بين الزوجين مثلا زوج يتهم زوجته بالفاحشة وهو ما عنده شهود يعني الزوج ما عنده شهود فيستدعيه الإمام ويستدعيها ويقول له أحلف أربع أيمان بالله إنك من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والزوجة رح تعلف أربع أيمان إنه زوجة كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا والله أعلم يا جماعة هاي سبع نصايح لحياة زوجية سعيدة أولا الدعاء بالصلاح قال الله في شأن زكريا وأصلحنا له زوجه اتنين لازم يكون في ثقة وما يكون في شك بين الزوجين ولا حتى وسوسة ثلاثة كل واحد يتنازل عن حقه شوي ولا يصير عناد أربع هدية بين الفترة والفترة هو ورد حديثهم معلون لكن له شواهد تهدوا تحابوا ولا تطالوا أسرار البيت لبر البيت ولازم يكون في احترام بين الزوجين وأي مشكلة لا يدخل في أطرف ثالث لحتى ما تكبر وسبعة لا تقارنوا حياتكم الزوجية بحياة الآخرين أهم شي القناعة هذا والله أعلم يا جماعة النبي في صحيح البخاري ومسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فيجب تذكير القاضي بالله فقد ذكر الخصوم داود عليه السلام خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وشرع الاستئناف في القضاء في صحيح البخاري لما قضى داود للمرأتين التي ذهب الذئب بابن واحدة منهما فقضى داود للكبرى فسليمان لما رأاهما قضى بحكم آخر وأيضا لما شاب زنى بأمرأة فقضوا عليه بمئة شات ووليدة فأبوه جاء للنبي وسأل النبي فقال النبي على ابنك جلد مئة وتغريب سنة فكل يخطي ويصيب يرفع الأمر للاستئناف والله أعلم يا أخي لما عم بتقول أعوذ بالله من كلمة أنا أنت عم تتبع سنة مين سمات أنه النبي قال أعوذ بالله من كلمة أنا سمات أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يقولوها هاي سنة مين من وين جبت إذا سيد الخلق محمد قال أنا سيد ولدي آدم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب علي في الحرب قال أنا الذي سمتني أمي حيدره فيها كراها لما بتدق على باب أي حدا ويسألون مين اتقول أنا مين انت احكي قول أنا فلان فيها كراها لأنه ما أدت الغرض جابر طرق الباب على النبي فقال النبي من قال جابر أنا فقال النبي أنا أنا كأنه كرهها لأنه ما أدت الغرض كلمة أنا ما بتأدي الغرض لحاله فإذا قلت أنا أجيت ولا أنا رح تشوفي هذا والله أعلم يا جماعة الله قال وبشر المخبتين المخبتين قال قتادهم المتواضعين وقال مجاهدهم المطمئنين وقال الثوري هم الراضين بقضاء الله وقال السدي هم الوجلين وبشر المخبتين طيب منهن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فيارب اجعلنا منهم أنا والسامعين وكل من يقول آمين يا جماعة ماذا نفعل بالفتن الابتعاد عن مواطن الفتن لأن النبي قال إن السعيد لمن جنب الفتن والنبي في صحيح البخاري قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن اتنين التقليل من الكلام يلي ما له فايده النبي قال من صمت نجا وبعدين مريم لما جابت عيسى وقومها سألوها شو رح تقول أن الملك نفخ بيجيب ما رح يستقوها فأمسكت عن الكلام قالت لقومها إني نذرت للرحمن صوما اتلاتي التقوى قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أربع الدعاء قال النبي للصحابة في صحيح مسلم تعوذوا بالله من الفتن قال نعوذ بالله من الفتن قال تعوذوا بالله من الفتن قال نعوذ بالله من الفتن قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن خمسة الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله لأن النبي في صحيح مسلم قال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله حث ورغب على كتاب الله ثم قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي والنبي قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي هذا والله أعلم يا جماعة هاي عشر أسئلة لكل مدخن أول سؤال تحب أمناك يتعلم على الدخان تاني سؤال الشركة يلي صنعت هالدخان شو كات بيع الدخان ثلاثة لما بتدخن عم تسمي الله ولا لأ أربعة لما تخلص عم تحمد الله ولا لأ خمسة لأطباء قالوا فيه ضرر ولا لأ ستة الدخان من الطيبات ولا من الخبائث سبعة أنت مبسوط بريحة الدخان بالبيت وعالبرادة ومعبّل غرفة أولادك يشموا الريحة اتماني إذا شفت فتات خبز وفتات دخان على الأرض أي شي بتشيلوا من الأرض وبرأيك الدخان نعمة ولا نقمة تسعى لما تخلص ليش بتدوسوا بالرجلك يعني تحب الناس تدعي لك أنه تخلص منه واللي يدعو لك تستمر عليه عشرة الدخان يلي بتدخنوا بيوم القيامة رح يكون بميزان حسناتك ولا بميزان سيئاتك أتمنى تجاوب يا مدخن مو معناته أنه المتدين ما عنده شهوات ومو معناته أنه المحتشم جاهلي بالموضة ومو معناته يلي فيق على صلاة الفجر ما بيحب النوم ومو معناته يلي يتصدق ما بيحب المال بس هدول أقوياء لأنه وقفوا بيوجه شهوات الدنيا قال الله وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بالمقابل لا تفكر أنه يلي متع نظره بالحرام ما بيقدر على حاله بالعكس بيقدر لأنه الله ما كلفنا فقطاقتنا ولا تفكر يلي نام على صلاة الفجر ما بيقدر يفيق ولا تفكر يلي يبخل بالزكاة ما بيقدر يزكي هدول مش وراء شهوات وملذات فالنتيجة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هذا والله أعلم الميت مو بيحاجة أنك تزور قبره كل خميس أو جمعة ولانه بيحاجة أنه أنت تزرع ورده ريحان على قبره ولانه بيحاجة أنه أنت ترشل المي والسكاكر على قبره ولا بيحاجة أنه أنت تبني على قبره ولانه بيحاجة أنه أنت توقف على قبره وتحكي ماه أو تقرأ له صورة ياسين ولانه بيحاجة أنه أنت تتمسح بقبره وتتمردق عليه ولانه بيحاجة أنه أنت تعمله أربعينية أو سنوية الميت بد منك تعاء استغفار النبي قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب من أين لي هذا فيقول هذا من استغفار ولدك لك فاستغفر له وتصدق عنه وادعي له واقضي الدين واقضي النذر والصيام وحجع أو اعتمر عن أبوك الميت هذا والله أعلم أغض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء والحجاب فرض حتى لو غض كل الرجال أبصارهم فيا أختي نصيحة اسألي حالك لما أنت عم تتزيني بالشارع وتتعطري لمين عم تتبرجي ما رح يطلع عليك غير الفاسق وأشباه الرجال لأن الرجل الصالح يعلم قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتأكدي ما رح تلفتي أنظار غير الحسالة من الذكور فمعقولة مشان حسالة الذكور تتحملي كلها الذنوب فكري فيها هذا والله أعلم ما فكرت بالجلد يلي على جسمك كيف الله كسى جسمك فيه لو مو من هالجلد بتقدر تلبس اتياب أو تلمس شيء أو تمشي تحت الشمس والمطر ما فكرت بالحيوانات يلي الله سخر لك ياها وذللناها لهم يعني ولد عمره ست سنين بجر بقرة وزنه ستمائة كيلو ولو ما الله ذلل لنا عشر الجال ما يقدروا يمسكوها ما فكرت باللسان كيف يمثبت بالتم واللعاب يغسل تجويف التم ويخلصوا من بقايا الطعام مشان ما تتجمع البكتيريا فيه ما فكرت بالركبة كيف بتمشي عليها وتقفز عليها بدون وجع ولا في احتكاك عظم بعظم ما فكرت بالرئتين يوميا يصفو لك ستة وثلاثين برميل دم تقريبا ويشتغلوا بالليل وبالنهار بدون ضجيج وبدون صوت ما فكرت بعدد الخلايا يلي بالمليارات بالتريليونات لو نمت نموع شوائي بيصير معك سرطان ما فكرت بالاذن كيف ما عم تسمع الاصوات الخفيفة لانه لو كنت تسمع صوت النملة وانت على المخدة او البعوضة ما كان راح تقدر تنام ما فكرت بالدرس كيف جدر تبعه يعني مثبت باللثة ولما بيسوس ما بتنام بالليل مشان تعالجه وما يسوس يلي بعده ومشان ما تخسر كل ادراسك ما فكرت بتنميل الايد وتنميل رجلك ليش تتقلب على اليمين وعاليسار لو مو هيك كانت فسخ اللحم تبعك ما فكرت بالفرق بين الذباب والنحل يلي اوحى الله الى يلي الهمه ما بتاكل غير الطيب مشان تطالع العسل الطيب وكيف النحل بيتعاون بانتظام ما فكرت بنفسك اشقد انك ضعيف بتمرض وبتجوع وبتعتش وبتتعب ومع هالشي في ناس بتتكبر الله سبحانه وتعالى خلقك ضعيف حتى تلتجئ بضعفك لهيك تفكر صنع من عطاء من قدرة من هذا خلق الله يا جماعة بالنسبة لتربية الكلب وتربية القط الكلب نجس لعابه وعرقه ورطوبته نجس عند جمهور العلماء بخلاف المالكية اذا وقع شي من النجاس يلزم الغسل ولا ينقض لضوء والقط ليس بنجس بالنسبة لتربية الكلب بالبيت ما بتجوز إلا إذا كان للحراسة أو الصيد أو الماشية لأنه ينقص من الأجر في كل يوم قراطان والملائكة ما تدخل البيت يلي فيه كلب والمقصود الملائكة ملائكة الرحمة وبالنسبة لأصحاب الكهف العلماء قالوا أنه كان معهم للحراسة والصيد وبالنسبة للقط يجوز تربية القط عندك بالبيت لقول النبي إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ويلي عم يجيب لي عشرين ولا ثلاثين قطة ويطرك عباته ويحط لي عقله بأعقل قطة ويطرك صلاته فالغلو في الشيء يفسده هذا والله أعلم سلام عليكم مع بعض الناس إذا أعطي بطر وإذا ابتلي كفر وإذا أذنب فجر أما المسلم الحق إذا أعطي شكر لإن شكرتم لأزيدنكم وإذا ابتلي صبر وبشر الصابرين وإذا أذنب استغفر قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيارب اجعلنا منهم أنا والسامعين وكل واحد يقول آمين حديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصاب الرحمن ثابت في صحيح مسلم حديث خلق الله آدم على صورته ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم حديث إن الله جميل يحب الجمال ثابت في صحيح مسلم النبي قال للجاري يا أين الله قالت في السماء ثابت في صحيح مسلم حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة إلى آخره ثابت في صحيح البخاري حديث عن الدجال إنه أعور وأن الله ليس بأعور ثابت في صحيحين البخاري ومسلم حديث إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يعني يدي الله ثابت في صحيح مسلم حديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه في رواية رجله ثابت في صحيحين البخاري ومسلم حديث ينادي له بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان أورده البخاري معلقا بصيغة التمريض حديث لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم قالت زينب بن تجحش زوجني الله من فوق سبع سماوات ثابت في صحيح البخاري حديث ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يحسن لشواهده حديث إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ثابت في صحيح البخاري حديث حجابه النور لو كشفه يعني الله لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه ثابت في صحيح مسلم حديث أسألك لذة النظر إلى وجهك ثابت صحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثابت في صحيحين البخاري ومسلم في المعراج حتى جاء سدرة المنتهي يعني النبي ودنى الجبار رب العز فتدلى حتى كان منه قاب قوسين فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم هذا والله أعلم يا جماعة هاي الأدعية اللي النبي كان يدعيه في الصلاة دعاء الاستفتاح اللي هو قبل الفاتحة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وهذا في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب ودعاء الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومقي وعظمي وعصبي ودعاء القيام من الركوع اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب وفي صحيح مسلم من حديث عيشة كان النبي يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أما دعاء السجود كان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث علي ودعاء بين السجدتين كل الأدعية اللي بين السجدتين فيها ضعف ومقال أحسنها سندا اللهم اغفر لي مرتين ودعاء بعد التشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث علي ودعاء بعض الصلاة النبي قال لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي أدعي غير هدول كمان والله أعلم إذا كان نبي الله أيوب صبور ويوسف جميل وموسى قوي وإبراهيم حليم فإن سيد الخلق محمد كان صبورا جميلا قويا حليما لا نفرق بين أحد من رسله لا وربي ما فرقت لكن أظهرت بعض حبي لسيد الخلق محمد بعدين موسى دعا ربه بانشراح الصدر فقال ربي شرح لي صدري أما سيد الخلق محمد فقال الله له ألم نشرح لك صدرك فصلوا على سيد الخلق محمد هل تجوز الأطحية وعلي دين نعم يجوز هل يجوز تقديم سداد الدين عن إيفاء النذر نعم يجوز هل تجوز الصدقة وعلي دين نعم يجوز هل يجوز الحج أو العمرة وعلي دين نعم يجوز وخاصة إذا كان أمد الدين طويلة هل تجوز صلاة الجناز على شخص عليه دين نعم تجوز هل يجوز إرجاء الدين مالا بدل الدهب بسعر يوم السداد نعم يجوز لأنه الدهب مال والمال دهب هل يجوز سداد دين بدين آخر نعم يجوز هل يسقط الدين بالمسامحة نعم يسقط هل يجوز الزواج أو المهر بالدين نعم يجوز هل يجوز سداد الدين بزيادة وبدون شرط وبطيب من نفسي نعم يجوز هل يجوز سداد الدين بعمل أخرى نعم يجوز هل يجوز سداد دين عن رجل ميت نعم يجوز هل صحيح من مات وعليه قرض للبنك يعتبر دين نعم هل صحيح من أخذ دين لا يريد إرجاعه وأتلفعه الله نعم هل يجوز إرجاع الدين بالتقسيد وبدون زيادة برضى الطرفين نعم يجوز هل يجوز زيادة الدين بسبب تأخر المدين في السداد لا كبيرة من الكبائر هل يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا لا يجوز عند الجمهور هذا والله اعلم يا جماعة المرأة بعد ما تتزوج ما بجوز تنتسب لكنية الزوج لازم بتضل على نفس الكنية مثلا ايمن لمحمد خطب امرأة اسمها فاطمة او سارة او سيدرة او مريم او اي اسم بعد الزواج تصير الكنية تبعها لمحمد ما بجوز لازم هي بتضل على نفس الكنية والنسب تبعها واتمنى من المسلمين يلي عمي طالعوا دفاتر عائلة ينتبهوا على الشي لانه الزوجات النبي كانوا منسبات لابائهن يعني حفصة بنت عمر عائشة بنت ابي بكر ما انتسبوا لنسب النبي وبعدين النبي في صحيح البخاري قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام هذا والله اعلم يا جماعة المريض بيمكانه ما يصوم والفقير ما بيزكي والعاجز ما بيحج الا الصلاة ما بتسقط عنك لو كنت مريض او فقير او عاجز او فقدت كل اطرافك بعدين انت لما تستعجل مشان تخلص صلاتك عالسريع شو في بالدنيا اغلى من صلاتك شو هي الحاجة اللي راح تفوتك وانت واقف بين ايدين قاضي الحاجات فانتبه لصلاتك يا جماعة هاي بعض من معاملة النبي مع زوجاته النبي كان يساعد زوجته بالبيت قالت عائشة في صحيح البخاري كان النبي في مهينة اهله النبي كان يختسل مع زوجته قالت عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم كنت اختسل انا ورسول الله من اناء واحد ونحن الجنوبان النبي كان يشرب من مكان ما كانت يشرب زوجته قالت عائشة في صحيح مسلم كنت اشرب وانا حائض ثم أناولوا النبي فيضعفاه على موضع فيه فيشرب النبي كان يسابق زوجته تسبقه ويسبقها النبي في السفر كان يمشي مع زوجته بالليل في الصحيحين البخاري ومسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث النبي كان يسمح لزوجته اتمشت شعر وهذا في الصحيحين النبي كان يقرأ القرآن في حجري عائشة قالت عائشة في صحيح البخاري كان الرسول يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن النبي دخل على زوجته فوجد عندها جاريتين تغنيان وتضربان بالدف والنبي لم ينهاهما هذا سيد الخلق محمد فصلوا عليه يا جماعة أي إنسان وشم على إيد وشم ثم تاب إلى الله بعدين رحل عن شيخ سألوا فيما جاء لأصلي قالوا لا لا تصلي لأنه على إيدك وشم لا يطئ هيك شيخ شلون يعني لا يصلي هو ارتكب كبير من الكبائر لكن تاب إلى الله سبحانه وتعالى تجي أنت تقول له لا تصلي إما تركه الصلاة أعظم من الوشم يا أخي فيا أخي لا ترد على هيك شيخ ينهاك عن الصلاة صلي وتوكل على الله وإذا كان معك تشيل هذا الوشم عن طريق الليزر فاشيله طبعا إذا ما كان في ضرر وأيضا إذا كان معك والله أعلم هل يجوز للرجل لبس خاتم صغير من دهب لا هل يجوز للرجل لبس قميص من حرير لا هل يجوز للرجل لبس ثياب باللون المعصفر لا هل يجوز للرجل لبس الخاتم بالإصبع الوسطى لا هل يجوز للرجل لبس سلسال والتشبه بالنساء لا هل يجوز للرجل حلق اللحية لأنه لا يحبها لا هل يجوز للرجل حلق شعره قزع لأنها موضة لا هل يجوز للرجل أن يلعب لعبة النرد للتسلية لا هل يجوز للرجل أن يصلي وشعروه مربوط لا هل يجوز للرجل أن يصلي مشمر البنطرون يعني مكفوف لا هل يجوز للرجل أن يترك صلاة الجمعة بسبب العمل لا هل يجوز للرجل أن يشرب الدخان عند الغضب لا هل يجوز للرجل أن يمارس العاد السرية ولو مرة لا هل يجوز للرجل أن يأتي للمسجد بعد أكثر الثوم والبصل لا هل يجوز للرجل أن يحب أن يتمثل له الرجال قياما لا هل يجوز للرجل أن يصبل ثوبه تحت الكعبين للخيلاء لا هل يجوز للرجل مصافحة زميلته بالعمل خجلا منها لا هذا والله أعلم هل يجوز النوم على جنابه نعم يجوز إذا توضأت لأن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب قال النبي نعم إذا توضأ هل يجوز الخروج على جنابه فيه كراهة هل يجوز قراءة القرآن على جنابه في قولين لعلماء القول الأول وهو قول الجمهور المذاهب الأربع على المنع القول الثاني يجوز وهذا مذهب الظاهرية وقول بعض السلف واختاره البخاري والطبري وابن المنذر والشوكاني هل الاستحمام من الجنابه يغني عن الوضوء نعم إذا سبقت النية وقال ابن عمر وأي شيء أعم من الوضوء إلا الغسل وقد ثبت أن النبي كان يصلي فلما انتهى من الصلاة وجد رجلا لم يصلي فسأله لما لم تصلي قال يا رسول الله أصابتني جنابه فأمر النبي بدنو ماء فأحضر فأمره أن يفرغه على نفسه ولم يأمره بالوضوء أصبح وهو جنب هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح لقول عائشة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه هل يجوز الاختسال من الجنابه بدون الشعر؟ لا الاختسال باطل واجب أن أنت تغسل الشعر للمرأة في اختسال من الجنابه لا يلزم فك ظفائرها أما الاختسال من الحيط واجب فك الظفائر امرأة حاضت وأصبحت جنبا هل عليها غسل؟ لا لأنه ما زالت حائضة ما هو حكم المضمضة عند الاختسال من الجنابه؟ المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل من الجنابه هو مستحب وليس بواجب هل يختلف غسل الجنابه بين المرأة والرجل؟ لا الأمر واحد عند الاختسال من الجنابه خرج جريح هل يلزم الإعادة؟ لا إذا بدك تصلي لازم عليك الوضو امرأة بعد الاختسال من الجنابه خرج منها ماء للرجل هل يلزم عليها أعادة الاختسال؟ لا هل يجوز الاختسال من الجنابه في المسبح أو البحر؟ إذا سبقت النية وغطست وطلعت فنعم يجوز سؤال 13 رجل عليه جنابه وتحمم للنظافة هل تسقط عنه الجناب؟ لا عليه الإعادة لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات هل يجوز الجمع بين غسل الجنابه وغسل الجمع؟ نعم يجوز أما المذهب الظاهري يقول بغسلين فهذا لا يثبت عن النبي أبدا إذا اجتمعت مجيبات للغسل يجزئ غسل واحد المعاشرة بدون إنزال هل يجب فيه غسل الجنابه؟ إذا كان مساز خارجي بدون إنزال أو بدون إيلاج لا يجب عليه هذا الإجماع أما إذا حدث إيلاج فوجب الغسل عند الجمهور هل يجوز للمرأة طبخ الطعام وهي على جنابه؟ نعم يجوز والأمر فيه يسع والنبي قال المسلم طاهر لا ينجس كيفية الاغتسال من الجنابه؟ أولا النية إذا وصلت الماء لكل الجسم يجزئ أما إذا كنت تسأل عن السنة غسل العضو واليدين والوضوء يعني بس بدون الرجلين تبدأ بالقسم الأيمن من جسمك وبعدين الأيسر ثم تغسل الرجلين تبعك هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة نهى النبي عن بيع النجش يعني مثلا أنت عندك سلعة بدك تبيعه ويجي شخص من طرفك هو ما بده يشتريه بس مشان يرفع السعر نهى النبي عن المعاومة اتبيع إنتاج أرضك لكذا سنة لقدام نهى النبي عن المحاقلة عندك أرض مزروعة قمحه لساته بالسنابل اتبيعه بقمح مستخرج وصافي نهى النبي عن المخابرة عندك ألف متر أرض زراعية فرضا جبت عامل يزرع لك ياها كله مقابل محصول قطعة أرض صغيرة ما بيجوز لأنه يمكن يهتم بأرضه أكثر من أرضك أو القطعة اللي أنت عطيته إياها ما تنتج ونهى النبي عن الملامسة تشتري ثياب بس لمجرد أنه أنت تلمسها وما فردت وعرفت شو في جواتها ونهى النبي عن بيع شيء أنت ما تملكه فقال النبي لا تبع ما لا تملك هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة كان أحب الطعام إلى النبي الكتف تبع الشاه والقرع اللي هو الدباء والعسل والحلواء وأحيانا كان يأكل بثلاث أصابع وكان يحب اللبن وأحب اللباس إلى النبي كان هو القميص والحب رهي اللي فيها خطوط وكان أحيانا يلبس الملون لأنه ثبت عن النبي أنه خرج بحلة حمراء لم يرى مثلها قط وكان النبي يلبس العمام وكان النبي يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء إلا في مصلحة وأحيانا كان ينام القيلول وأحيانا النبي كان يمشي مسرعا والنبي سابق عائشة مر سبقته ومر هو سبقها والاستخفار كان النبي يقول بالمجلس سبعين مرة ربي اخفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في رواية أنك أنت التواب الغفور هيك نقل ابن عمر وأحيانا كان النبي يستغفر الله باليوم مئة مرة والنبي كان يحب التيمنة يعني يبدأ باليمين بالتنعل أو بالطهور وفي شأنه كله أحيانا والصيام كان النبي يصوم الخميس والاثنين فلما سئل عن علة صيامه يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وشعر النبي أحيانا كان يضرب منكبيه وأحيانا شحمة أذنيه وفي الصلاة في قيام الليل كان يصلي النبي كما ورد في البخاري أربع ثم يصلي أربع ثم يوتر بثلاثة وأحوال النبي تعددت أحواله في الفقر وفي الغنى قال الله ووجدك عائلا فأغنى والخاتم كان يلبسه النبي في يده اليسرى هذا والله أعلم يا جماعة كان أحب الطعام إلى النبي الكتف تبع الشاه والقرع اللي هو الدباء والعسل والحلواء وأحيانا كان يأكل بثلاثة أصابع وكان يحب اللبن وأحب اللباسي إلى النبي كان هو القميص والحب رهي اللي فيها خطوط وكان أحيانا يلبس الملون لأنه ثبت عن النبي أنه خرج بحلة حمراء لم يرى مثلها قط وكان النبي يلبس العمام وكان النبي يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء إلا في مصلحة وأحيانا كان ينام القيلول وأحيانا النبي كان يمشي مسرعا والنبي سابق عائشة مر سبقته ومر هو سبقها والاستخفار كان النبي يقول بالمجلس سبعين مرة ربي اخفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في رواية أنك أنت التواب الغفور هيك نقل ابن عمر وأحيانا كان النبي يستغفر الله باليوم مئة مرة والنبي كان يحب التيمنة يعني يبدأ باليمين بالتنعل أو بالطهور وفي شأنه كله أحيانا والصيام كان النبي يصوم الخميس والاثنين فلما سئل عن علة صيامه يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وشعر النبي أحيانا كان يضرب منكبيه وأحيانا شحمة أذنيه وفي الصلاة في قيام الليل كان يصلي النبي كما ورد في البخاري أربع ثم يصلي أربع ثم يوتر بثلاثة وأحوال النبي تعددت أحواله في الفقر وفي الغنى قال الله ووجدك عائلا فأغنى والخاتم كان يلبسه النبي في يده اليسرى هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة ها يتمنى أسبابي مشان تزيد رزقك أولا الصدقة هي سبب لأنه الله قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الاستقامة على أمر الله سبب لأنه الله قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق السعي والعمل هو سبب للرزق الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه صلة الرحم سبب لأنه النبي قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصر رحمه التقوى هي سبب للرزق لأنه الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار سبب للرزق استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين الدعاء سبب للرزق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الشكر سبب للرزق قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم الرزق مو بس مال يا جماعة الصحة والعافية رزق الدين رزق الأمان رزق ناس تحبك رزق العلم والحكمة والله رزق أريد الله عين الرزق فيارب لا تحرمنا من رزقك أكلله برضاك علينا هذا والله أعلم يا جماعة التثاؤب عند قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا خارج الصلاة الله يكره التثاؤب لأن النبي في البخاري قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب قال النبي في البخاري إذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه فأن الشيطان يدخل قال النبي إذا تثاؤب أحدكم فليقظم ما استطاع يعني لا يفتحتموا كثير والنبي في صحيح البخاري قال إذا تثاؤب أحدكم وقال ها ضحك منه الشيطان والله أعلم يا جماعة بعض الناس يشوفوا الشخص يصلي ويقطع بصلاته يحكوله لو ما تصلي احسن لك يشوفوا انساني متحجبه وتحط مكياج فيحكوله لو ما تتحجبه احسن يشوفوا الشخص ترك الدخان يحكوله بكرة ترجاله ويحطمه معنوياته يشوفوا الشخص قراءته ضعيفة بالقرآن يقولوله لو ما تقرأ احسن يشوفوا الشخص يعمل المعاصي وتاب ما يتركه ويظلوا يعيروه يا ناس لا تكونوا عون مع الشيطان على اخوكم كونوا عون على الشيطان مع اخوكم وشجعوا لا تحطموا لان النبي في صحيح البخاري قال لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم هذا والله اعلم يا جماعة الصحابية عاتكة بنت زيد هي اخت الصحابي سعيد بن زيد وبنت عم عمر بن الخطاب تزوجت بعبد الله بن ابو بكر فمات وتزوجت بزيد بن الخطاب فاستشهد وتزوجت بعمر بن الخطاب فاستشهد وبعد تزوجت بالزبير بن العوام فاستشهد حتى قال بعض اهل المدينة من اراد الشهادة فليتزوج بعاتكة لو بزماننا امرأة اتزوجت اتنين وماتوا رح يقولوا عنها وجه نحس وشؤم ليش بهالزمن بتطلع من الناس هالقسوة واللؤم ليش مريض سكر وذهب لخطبة فتاة هل يجب عليه ان يخبرهم بمرضه نعم عليه التبيان لان النبي قال من غش فليس منا ما هو حكم من حج ثم كفر ثم تاب هل يجب عليه اعادة الحج في خلاف في قول الشافعية لا اعادة عليه اما الاحناف والمالكية عليه الاعادة واختار قول القال لا اعادة عليه ما هو حكم تنزيل صورة على الفيس ويكتب عليها لو تحب النبي اعمل ما هو حكم شقق الاسكان الاجتماعي اذا كان في عقودها شروط ربوية فابتعد عنها ما هو حكم شوي السمك وهو حي لا يعذب بالنار الا رب النار والله كتب الاحسان على كل شيء كيف اكفر عن الكبائر المرتكبة بالاستغفار والاعمال الصالحة وامر الكبائر موكون الى الله هل يجوز قول ان كل الشيعة كفار لا اعوذ بالله لا يجوز والمسألة فيها تفصيل هل يجوز تكرير الاستخار اكثر من مرة نعم يجوز لانها دعاء ويستحب تكرير الدعاء قال ابن الزبير لما اراد هدم الكابة وبناء قال اني مستحين الرب ثلاث ما هو حكم الاهات الصوتية اذا مو معزف فليست بحرام ما هو حكم تقبيل يد الشيوخ ما كانت عادة مضطردة على زمن الصحابة مع النبي الا في مواطن قليلة جدا في صلح الحديدية هل يكفي الاستماع للقرآن عن قراءته هذا وذاك هل يجوز تأخير دفن الميت لحين يأتي اخاربه من السفر يجوز اذا ما كان فيها اضرار للميت فالنبي مات يوم الاثنين ودفن ليلة الاربعاء ما هو حكم تقطاقة الاصابع ما في دليل يجوز يعني ما هو حكم تشبيك الاصابع يجوز النبي شبك بين اصابعه وقال المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه امرأة لا تصلي ماذا يفعل معها زوجها والله ينصحها ويذكرها بالله واذا ما مشي الحال فيغير عتبت بابه هل يجوز للزوج ان يجبر زوجته على تغطية وجهه هي المفروض ان يطيعه لانه هو عم يؤمر بالمعروف والنبي قال انما طاعته بالمعروف والله قال قو انفسكم واهليكم نارا هل اموال سمسرت ودلالة العقارات حلال اذا كان في صدق فيجوز انه ياخد اجر التعبته هذا والله اعلم سلام يا جماعة صلاة العشاء في اوروبا احيانا تتأخر كتير ففي ناس عم تطلي المغرب التام مشان فيقوا على شغل بكير وما عم يصلوا صلاة العشاء يا اخي نصيحة لوجه الله وهذا الكلام وكلامي قد اصيبه قد اخطئ اولا اضبط المنبه اذا ما كانت تقدر اتفيق على صلاة العشاء اضبط المنبه لقبل الفجر بعشر دقائق او ربع ساعة وعشرين دقيقة فيق صلي العشاء وانتظر حتى يدخل وقت الفجر وصلي الفجر لانه صلاة العشاء لا تنتهي الا لما يأتي وقت الفجر اما ان النبي في الصحيح وقت صلاة العشاء الى شطر الليل هذا توقيته الفضيلة اما صلاة العشاء يمتد وقتها الى طلوع الفجر لانه النبي قال ليس في النوم تفريط انما التفريط على الذي لم يصلي صلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكل الصلوات لا تنتهي الا لما يأتي وقت الصلاة الاخرى الا صلاة الفجر لما يطلع الضوء لما يطلع الشمس هاي وحدة اثنين في ناس بالعمل ما عم يصلوا صلاة الظهر او صلاة العصر يقول يلا بس لنرجع البيت حرام وكبيرة من الكبائر انه انت تترك الصلاة من اجل العمل كبيرة من الكبائر لانه النبي لما سأله عبدالله بن مسعود في البخاري اي الاعمال احبوا الى الله قال الصلاة على وقتها اي انسان يترك صلاة الظهر والعصر يقول يلا بس ارجع البيت اخضيهم هذا مرتكب لكبيرة لا يجوز ترك الصلاة بسبب العمل هذا والله اعلم يا جماعة هاي نصيحة للطلاب مشان الامتحانات يا طالب لا تترك صلاتك بحجة انك انت عم تدرس للامتحانات لانه الصلاة اهم يا طالب خليك مشتهد وشاطر وكون من الاوائل لانه يلي عم يطلع الاول مال وعقلين مثلك مثله يا طالب لا تضيع وقتك على التليفون وانتبه على وقتك لانه عم يمر على السريع يا طالب لا تغضب ابوك وامك ولا ترفض لهم طلب وتقول لهم ماني فاضي عن مدرس يا طالب لا تبخل على اصدقائك بالعلم اي معلومة مهمة قدمها قبل الامتحان يا طالب ادرس ولا تعتمد كتير على التوقعات مشان بالاخير ما تنصدم يا طالب وانت بالامتحان سمي الله وركز وقرأ السؤال كتير منيح قبل ما تجاوب عليه ولا تعتمد على الغش نهائيا ولا تساعد عليه حتى لو زعلوا صحابك هذا والله اعلم يا جماعة النبي نهى عن سب الاموات فقال في صحيح البخاري لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا اما اذا بدك تشمت او تفرح بموت انسان ظلمك فمن العلماء من جوزها لقول الله ويشفي صدور قوم مؤمنين ما بقصد حدا بشكل عام لقول الله فقطع دابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وفي الصحيحين البخاري ومسلم لما مرت جنازه فقال النبي مستريح ومستراح منه اما المستريح هو العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب هذا والله اعلم يا جماعة سورة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن مواضيع القرآن بالجملة تقسم الى ثلاثة اقسام قسم توحيد ومعتقد قسم احكام وتشريعات قسم قصص واخبار فسورة قل هو الله احد تمثل القسم الذي يتعلق بالمعتقد فهي تعدل ثلث القرآن من هذا الباب النبي في صحيح مسلم قال ان الله جزاء القرآن الى ثلاثة اجزاء فجعل قل هو الله احد جزئا من اجزاء القرآن هذا والله أعلم يا جماعة السمعة الطيبة بدي عمر طويل لحتى تصنعها بذهن الناس ويمكن بكلمة أو تصرف قبيح تهدمها بذهن الناس البناء صعب بس الهدم سهل السمعة الطيبة بتبقى حتى إذا أنت كنت غايب أو ميت لأنه ترفعك بعين الناس والسمعة السيئة بتنزلك من عين الناس إذا هدمت سمعتك مثل ما بيعملوا التافئين على تيكتوك وأصحاب المحتويات الهبطة مشان المال شو ضل الله قيمة معقولة مشان المال تنزع سمعتك والمال يروح ويرجع بس إذا راحت السمعة شو بقى لقدر بعين الناس مين يلي رح يقدر يرجع لقيمتك بعد ما انتشرت فيديوهاتك وباستغرب لما يقولوا عن شخص تافه مشهور بدل ما يقولوا مفضوح في صحيح البخاري لما مرت جنازة الصحابة أثنوا عليها خيرا قال النبي وجبت لها الجنة ومرت جنازة تانية فالصحابة أثنوا عليها شرا قال النبي وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض هذا والله أعلم يا جماعة الأشياء يلي ما بتجوز تبيع أولا الآلات الموسيقية والمعازف ما بيجوز لحم الأضحية صوفة أو جلدة ما بيجوز تبيع ما بيجوز عسب الفحل أنه تبيعه مثلا إذا عندك بقرة وأخذت لعند شخص عنده ثور مشان يلقعها ويأخذ العجرة ما بيجوز ما بيجوز بيئ الخمر وكل مسكر ما بيجوز بيئ الميت والخنزير والدم ما بيجوز ما بيجوز تبيئ الحشرات التي لا فائدة منها وما بيجوز بيئ الأصنام والصليب ولا بيئ الكلب ولا الرهن يعني مثلا حدا حط عندك رهينة ما بيجوز تبيعه وما بيجوز تبيع حبل الداب بالحبلة مثلا عندك بقرة حامل ما بيجوز تبيع يلي ببطنة ما بيجوز بيئ الغرر يعني شيء مو موجود تروح تبيعه أو مجهول مثل بيئ السمك قبل ما تصيده ما بيجوز بيئ الدخان وكل شيء مضر ما بيجوز تبيع بيئ الرجل على بيئ أخي مثلا تقول لفلان افسخ بيتك مع فلان وتعا أنا بيعك أرخص ما بيجوز ما بيجوز بيع القرآن لأن القرآن لا يباع ولا يشترى أنت لما عم تدفع المال عم تدفع ثمن الطباعة والورق ما بيجوز بيع الكرية لأنه ما نملكك وما بيجوز بيع الذهب بالدين لأنه النبي قال عن الذهب يدا بيد وما بيجوز بيع العملة بالدين إلا يدا بيد هذا والله أعلم هل يقبل دعاء الأم عند الغضب؟ نعم إذا كانت تدعو بحق أما إذا كان الظالم إنما يتقبل الله من المتقين هل يجوز مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء؟ ورد خبر عن النبي أنه كان يمسح بوجهه بعد الدعاء لكن سنده ضعيف ما هو أكثر دعاء كان يدعو به رسول الله قال أنس بن مالك في صحيح البخاري كان أكثر دعاء للنبي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين؟ يجوز لكن الأفضل والأكمل أن تسأل الله إن كان فيه خير وصلاح يقربها منك هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ قول اللهم أطل عمري في طاعتك اللهم أطل عمري وأحسن عملي هل يجوز الدعاء في السجود في الصلاة المفروضة؟ نعم يجوز بكل الصلوات أنت ساجد ادعي لقول النبي في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما هي أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة في السجود بعد أي عمل خير تعمل أدعي في الثلث الأخير من الليل وأنت صائم وفي ساعة في يوم الجمعة هل صلاة النافلة لها دعاء استفتاح؟ لها دعاء استفتاح لأن النبي كان يستفتح صلاة قيام الليل بالدعاء ولعموم قول أبو هريرة للنبي يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث إلى آخره هذا بعمومه يشمل النافلة لكن هل النفل الراتب له استفتاح أم لا؟ مثل سنة الفجر الأقرب أنها ليس لها دعاء استفتاح لأن المعهودة فيها هو التخفيف والرواتب الأخر النصوص فيها شحيحة هل قبول الدعاء مرهون بالصلاة على النبي؟ الحديث فيها ضعيف نعم الصلاة على النبي هي أكمل ولكنها ليست بقيد لقبول الدعاء وقد ثبت أن النبي دعا ولم يصلي على نفسه وورد عن بعض الصحابة في بعض المواطن دعوا ولم يصلوا على النبي لماذا أدعي ولا يستجاب لي؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم يا أخي قد يصرف الله عنك شر وأنت لا تعلم قد يكتب الله لك من الأجر في الآخر وأنت لا تعلم قد يستجاب لك بعد زمن وأنت لا تعلم هل يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ والله يا أخي الأمر في ساعة وقد ثبت عن النبي أنه رفع يديه في صبيحة غزوة بدر وثبت أن النبي رفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه لما دعا لأخي لأبي موسى الأشعري هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ نعم يجوز لقول الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فحملها العلماء على أنه يجوز الدعاء على من ظلمك ما هي الأمور التي لا تجوز في الدعاء؟ أولا لا تدعي بقطعة رحم أو بإثم أو لا يجوز الدعاء على النفس أنه تدعي على نفسك أو على أولادك أو على مالك ولا تقول بالدعاء إن شاء الله لأن الله لا مستكرها له هل يوجد دعاء بعد ختم القرآن؟ ما ورد عن النبي ولكن ورد عن أنس بن مالك أنه إذا كان ختم القرآن دعا أهله ودعوا ربهم متى يجوز الدعاء في الصلاة؟ في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الأحرام وفي السجود وأيضا في التشاهد الأخير وفي القنوط عند النوازل هل يوجد دعاء بعد الصلاة؟ ادعي بما شئت وثبت أن النبي قال لمعاذ يا معاذ إني لا أحبك للتأكيد لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما هو الدعاء قبل الجماع؟ ورد في صحيح البخاري بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا والله أعلم يا جماعة النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر أنت لما عم تطلع على أشياء حرام سواء على الواقع أو على التليفون واللسان يزني وزناه الكلام المنطق لما تتكلم بأمور محرمة مثلا نكت تثير الشهوات أو كلام بذيء واليد تزني وزناها اللمس لما تلمس إمرأة ما بتحل لك وفي رواية زناها البطش والنفس تمنى وتشتهي النفس ترغب وتشتهي وقيل هي النفس الأمارة بالسوء تحث صاحبها على فعل الحرام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني يقع بالزنا أو يمتنع ملخص القول امتنع عن مقدمات الزنا قال الله ولا تقرب الزنا هذا والله أعلم يا جماعة نصيحة لما بتدين أي شخص مال سواء كان أخو كل عمك ولا صاحبك اكتب هذا الدين على ورقة وخلي شاهدين أو صور فيديو وخلي نسخة معك ومعه سواء كان هذا الدين محرز ولا لأ الموضوع مو موضوع ثقة ولا قلة ثقة لأنه الله أمرنا بالدين أنه نكتب بالدين ونخلي شهود وأطول آية في القرآن هي آية الدين مشان بالأخير ما يصير اختلاف والله دينتك ألف لا والله ما دينتني غير خمسمية هذا يقول احلف وهذا يقول لا ما رح يحلف ويصير قال وقيل هذا والله أعلم يا جماعة توقعات واحتمالات وتنبؤات وحكي بالغيبيات ورح يصير هيك وهيك كله حكي فاضي ومنه صحيح بعد ثانية وحدة شو رح يصير معك ما حدا بيعرف إلا الله لأنه ما حدا بيعلم بالغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يعني لا الجن ولا الملائكة بيعلموا الغيب بقى هتا فيهين والمشعوذين والمنجمين بها الزمن رح يعرفوا الغيب أعوذوا بالله أقسم بالله ما بتوقع ورقة شجرة أو تنزل حبة مطر إلا إذا أراد الله وبعدين إذا كل يوم بدوا يطلعنا ألف واحد يحط ألف احتمال وقدرا يصير أمر واحد من هالألف مو معناته أنه كل مرة يصيب هنه شو يقولوا أنه نحط احتمالات إذا ما صابت مانا خسرانين شي وإذا صابت رح ننشهر ومع الهبل تجي دبل في اللي يصدق هالهبل يراجع عقيدته إيمانه قبل هذا والله أعلم يا جماعة إذا إنسان عم يصلي وما عم يعرفه بالركعة التالتة ولا بالرابعة النبي في صحيح مسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى أربع عم خمس فليطرح الشك وليبني على ما استيقا ثم ليسجد سجدتيني قبل أن يسلم فإن صلى إتماما لأربع شفعنا له في صلاته وإن صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان معنى الحديث إنسان إذا كان عم يصلي وما عم يعرفه بالتالتة ولا بالرابعة يطرح الشك شو استيقا أنت شو تتوقع تتوقع أربعة ولا ثلاتة إذا توقعت ثلاتة كمل على ثلاتة توقعت أربعة كمل على أربعة وبإذن الله لا تتوسوس هاي وحدة طيب إذا أنا ما عد أعرف أنا بالتالتة ولا بالرابعة ما غلب ظني أي شيء فأتوكل على الله وأبني يعني على الأقل ثلاتة ولا أربعة ثلاتة وأكمل طيب اتنين ولا ثلاتة اتنين وأكمل في نهاية الصلاة أسجد سجدتيني للسهو لكن هب إذا إنسان فرضا نسي سجدتيني السهو سجدتيني السهو مختلف فيها بين العلماء على فرض أنها واجب هي ركن مستقل عن الصلاة لا تسقط بدونه فمن سهى عن السهو فلا سهى بعد السهو والصلاة صحيحة والله أعلم يا جماعة رجل عقد على إمرأة يعني كتب كتابه علي أمات قبل الدخول على هالمرأة العدة ولها الميراث والمهر كاملا لأنه بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة وقال ابن قدامى في المغني أجمع أهل العلم أنه عليها العدة سواء كان مدخولا بها أو لا وابن مسعود تردد لما سئل عن امرأة مات زوجها قبل الدخول فقال ابن مسعود اسألوا غيري قالوا لم نجد أعلم منك على قيد الحياة من أصحاب رسول الله ابن مسعود فقال ابن مسعود أقول برأي فإذا كان صوابا فمن الله وإذا كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان لها مهرها والميراث وعليها العدة فقام رجل يقال له معقل ابن سنان قال أشهد أن النبي قضى بمثل ذلك لامرأة يقال لها برع بنت واشق طبعا هذا يختلف عن المرأة المطلقة قبل المسيس هاي ما عليها عديه هذا والله أعلم يا جماعة تعليق اسم الله ومحمد الحيض بالبيت بجنب بعض لا تفعلوا اسم الله فوق كل اسم لأن الله خالق ومحمد مخلوق والأولاد الصغار إذا شافوها رح يظنوا أنه النبي مساوي لله فلا تجعلوا لله ندا وشريكا النبي في الصحيح البخاري قال لا تتروني يعني لا تمدحوني كما أطرط النصارى بن مريم فإنما أنا عبده هذا والله أعلم لا إله إلا الله النبي في صحيح البخاري قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أما زيادة إنك لا تخلف المعاد لا تثبت إلا حلت له شفاعتي والله أعلم الله لا إله إلا هو يعني ما في معبود إلا هو إلا الله الحي القيوم فالله حي بذاته لا يحتاج لأحد ليحيا فكل حي له ابتداء وله انتهاء إلا الله جل جلاله حي بذاته أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء القيوم القيوم بذاته والقيوم على أمور عباده لا تأخذه أي أن الله جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم هي السنة هي النوم الخفيف أو النعاس ولا نوم هو النوم الثقيل فالله لا تأخذه لا نوم خفيف ولا نوم ثقيل له ما في السماوات وما في الأرض أي أن الله جل في علاه له ما في السماوات وله ما في الأرض وله الملك وهو المتصرف الوحيد بهما من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعني ما في حد بيشفى عند الله جل جلاله إلا إذا أذن الله ورضي بذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي أن الله جل جلاله يعلم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وما خلفهم من أمور الآخرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بمعنى لا يحيطون ولا يملكون أي شيء من علم الله جل في علاه إلا إذا شاء الله بذلك أن يملكون العلم وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع كرسيه من العلماء من قال كرسيه الكرسي هو العرش ومنهم من قال أن الكرسي هو موضع قدم الرب ومنهم من قال أن الكرسي هو العلم وسع كرسيه بمعنى وسع علمه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي أن الله لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم أي أن الله له العلو المطلق وفي حديث حسنه بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت فيا رب أنا وكل الموجودين وكل واحد يقول آمين اجعلنا من أهل الجنان السلام عليكم يا جماعة والله في كلمات بالحياة اليومية غير منطقية أولا بيقول لك ما بيرحم ولا بيخلي رحمة الله بتنزل ليش رحمة الله بإيد فلان وعلان يا جماعة حتى تنزل أو ما تنزل اتنين يقول لك الأقارب عقارب يا جماعة هون دليل على قطيعة صلة الرحم والله سبحانه وتعالى شو قال قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا وأرحمهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم خليك أنت عم تصر رحمك ولو ما كانوا منح الثلاثة يقول لك ساعة إلك وساعة لربك ليش بيجوز هالكلام يا جماعة معناته أن الحياة شوية معصية وشوية عبادة وهذا غلط أربع يقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا تقدير العلماء واجب بس مو أنه تصل لدرس العبودية العبودية لله وحده يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب والله ما بيقول هيك يا جماعة الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم ستة يقول لك العمل عبادة صحيح العمل عبادة بس مو مبرر أنه تترك صلاتك وعبادتك سبعة يقول أنا عبد مأمور شوف العبودية لله والأمر لله اتماني اتمسكن اتمسكن حتى تتمكن يا جماعة الانكسار والذل لغير الله ما ذله تسعة يقول لك القصة أو هاي الشغلة مثلا بتقصر العمر ليش في شي بيقصر العمر يا جماعة قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سلام عليكم يا جماعة أصابع الإيد الأربعة السبابة والوسطى والبنصر والخنصر كلهم جن بعض إلا الإبهام بعيد عنهم والأصابع الأربعة على طول يحتاجوا الإبهام يعني جرب تمسك قلم بدون إبهام جرب تسكر زر الخميص بدون إبهام يلي أقصده العبرة مو بكثرة الأصدقاء والناس يلي حواليك العبرة الصديق الصادق الأمين يلي خاف الله لو كان بعيد عنك هذا والله أعلم يا جماعة في دعاء للنبي في صحيح مسلم في كتير ناس ما عم تدعي فيه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا والله أعلم يا جماعة أكتر مشكلة يعاني منها أغلب الشباب في أوروبا هي البحث عن زوجة صالحة يمكن يضل سنتين ولا ثلاثة يدور وما يلاقي لعدة أمور لأنه نسبة الشباب اللاجئين بأوروبا أكتر من نسبة البنات ولأنه صارت بنت البلد تشوف حالة على ابن البلد لأنه صار غلاء بالمهور فوق تاخذ الشباب لأنه بها الزمن أغلب البنات صارت تحب وتتمعشق على التليفون وما بد هي اللي يجيها من الباب ولأنه إذا شاف اللي وحدة بغير بلده لحتى يعملها لمشمل تصير مشكلة ويفكسوا بهالزمن في تعسير بالزواج يعني أغلب الشباب عم يصير عمرهم ثلاثين وما عم يلاقوها المستورة يا لأنه الأب بده يبيع بنته بيع وما يهموا السطرة يهموا المال يا لأنه الأب ما بده يزوج من محافظة غير محافظته وكأنه الكل مو مسلمين يا لأنه البنت بأوروبا صارت تشتغله عند راتب وما تفكر بالزواج نصيحة يا آباء ويا أمهات في أوروبا زوجوا بناتكن ولا تخلوهم يقعوا بالحرام لأنه بهالزمن كترة الفتنة فساعدون على السطرة وبعدونا على الفساد والفتنة هذا والله أعلم حديث لعن الله من جلس وسط الحلقة حديث ضعيف حديث لعن الله الذواقين والذواقات حديث ضعيف ومعناه الذي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق حديث لعن الله الشارب قبل الطالب لا يثبت حديث لعن الله أمة كثر أعيادها لا يصح حديث لعن الله من لعن والده ثابت في صحي مسلم حديث لعن الله من آوى محدثا ثابت في صحي مسلم حديث لعن الله من ذبح لغير الله ثابت في الصحيح حديث لعن الله زوارات القبور حديث منازع في صحته على فرض ثبوته فهو حديث منسوخ بقول النبي ألا إني قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها ألا أنها تذكركم الآخرة والمرأة كالرجل بحاجة إلى التذكرة حديث لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها إلى آخره حديث حسن حديث لعن الله المحلل والمحلل له حديث صحيح حديث لعن الله آكل الربى ومكله وكاتبه وشعديه ثابت في صحيح مسلم حديث ملعون من أتى مرأة في دبرها حديث صحيح حديث الفتن نائم لعن الله من أيقضها لا يثبت حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يثبت حديث ملعون من سأل بوجه الله ولم يجب حديث ضعيف حديث لعن الله النامسة والمتنمسة ثابت في صحيحين حديث لعن الله الراشي والمرتشي فيه مقال هذا والله أعلم يا جماعة الغفلة هي بنت رفع صوت الموسيقى بسيارتها وعملت حادث أماتتها هي عم تسمع الموسيقى الغفلة هو الشاب يموت وهو عم يشرب الخمر الغفلة هي الشاب وبنت عم يرتكب الفاحشة في شقة فاضية فصار زلزال وطالعون وهن العريانين الغفلة لما أنت تسوف العمل الصالح يلا بكرة وبكرة وتموت وانت حاطة أمل تعيش لبكرة الموتة وحدة والغفلة تتغير يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون النبي في صحيح مسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا فيارب لا تجعلنا من الغافلين أنا والسامعين وكل واحد يقول آمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذا هاي حال الحجارة القاسية والصلبة اتلينه تخشع فليش فيه من بني آدم يلي من مضغط لحم قلبه أقصى من الحجر ما عم يتدبر ويخشع من كلام ربه قال سليمان رب اغفر لي ثم أتبع هذا بطلب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إذا غفر الله لك أغناك فثق بربك الرحمن علم القرآن ما رح تتعلم القرآن إلا بمشيئة الله ورحمته قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إن كل شيء خلقناه بقدر يعني همك وحزنك وديونك هو بقدر فاصبر واحتسب لأنه كل بقدر هذا والله أعلم هل يجوز للمرأة مصافحة أبو زوجة نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة ابن زوجة نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة جد زوجة نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة زوج ابنتها نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أمة نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة أخوها بالرضاعة نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة ابن أخوها وأختها نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة خال أمه نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة خال أبوها نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة عم أمه نعم يجوز هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أمه بالرضاعة نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح أمه بالرضاعة نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح حماته نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح أم حماته نعم يجوز هل هل يجوز للرجل أن يصافح أخته بالرضاعة؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة ابنه؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أمه؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح عمت أبوه؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح بنت زوجته؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة أبوه؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح عمت أمه؟ نعم يجوز هل يجوز للرجل أن يصافح بنت أخوه؟ نعم يجوز هل يجو النبي محمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المنافي ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كينانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان من ولد اسماعيل من ولد ابراهيم صل اللهم وسلم وبارك عليه يا اخي انتبه من الزيادة في ناس تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلمة تعالى في السلام ما وردت في ناس تزيد مغفراته ما وردت يا أخي في ناس تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا أخي تعاليت ما وردت أنت ليش عم تزيد شيء اللهم برحمتك أذل الشركة والمشتكين إشلون يعني برحمتك أذل الشركة والمشتكين إشلون بالرحمة يعني في ناس مثلا تدعي بهذا الدوع اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك من وين جبت أنت في ناس تدعي اللهم اهدنا بفضلك في من هدك بفضلك من وين جبت أنت يا أخي التزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعان ما وردت هذه الزيادة يا أخي قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتها هذا والله أعلم فالتزم الوارد يا جماعة في عشر ميهان حرام أنك تشتغل أولا لكوافير الرجل يشتغل كوافير نساء حرام ما بجوز لأن النبي قال لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديث خير من أن يمس مرأة لا تحل له والقرسون يلي يشتغل بتقديم الخمر أو يشتغل بمعاصر الخمر كبيرة من الكبائر ما بجوز لأن النبي قال لعن الله الخمر وشاربه وسخيه إلى أن قال وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه والرسام يلي يرسم أو ينحى الذوات أرواح حرام ما بجوز قال في صحي مسلم كل مصور في النار والمطرب يلي يغني بالأعراس على الموسيقى حرام لأن النبي في البخاري قال لا يكونن أقوام من أمة يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف فالموسيقى حرام فمن كلمة يستحلون أي أنها حراما وهم يجعلونها حلالة والكاتب يلي يكتب عقود الربا كبيرة من الكبائر لأن النبي في صحي مسلم لعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه والبناء يلي يبني صالات القمار والكنائس ما بجوز لأنه الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والبيع يلي بيع الدخان والأراجيل ووصلات الشعر ما بجوز والمشعوذ يلي يشتغل بالسحر والشعوذ كبيرة من الكبائر لأنه النبي في البخاري قال اجتنبوا السبع المبقات من بيناتهم السحر والمزارع يلي يشتغل بتربية الخنازير ما بجوز والوشام يلي يشتغل بالوشم حرامه ما بجوز كبيرة لأنه النبي قال لعن الله الواشمة والمستوشمة فإذا كان الكلام على النساء فمن باب أولى أيضا على الرجال هذا والله أعلم يا جماعة إذا شخص ادين من شخص تاني ما الوصار في تضخم عملي كيف بدو يرجع له دينه يعني فرضا إنسان إجل عندك ادين منك مئة ألف سوري من عشر سنين وهلا بدو يرجع لك طيب المئة ألف اللي ادينها منك من عشر سنين فرضا كانت ساوي ألفين دولار يعني كانت جيب لك بيت أو كانت جيب لك سيارة فرضا عم نحكي هلا بهالوقت ما بتجيب لك عشرة دولار يعني ما بتجيب لك طبقة معقوله يرجع لك ياها مئة ألف في ثلاثة أكوال للعلماء في القول الأول إنه ادين مئة ألف يرجع لك ياها مئة ألف القول الثاني انقيس على الدهب لأنه النبي قال لا ضرر ولا ضرار وما كان فيه على زمن النبي تضخم عملي في القول الثالث إنه شي منك وشي منه لحتى تتسامحوا يا جماعة في ثلاثة أعمال هني شغلت اللي مال ونشغلي طبعا مو الكل الشغل الأولى طبيب الأعشاب يروح على الجبل يجيب لك نبتة يخلطها مع نبتة تانية يقول لك هاي نبتة من الهند مخلوطة بنبتة من أذربيجان وباكستان ويضحك عليك وإنت ما تعرف طبعا مو الكل الشغلة الثانية شغلة الراقي وما يقي غير بنات ويحط إيده على البنات ويرقيهم بمئتين ولا تلاتمية طبعا مو الكل الشغلة الثالثة هي مفسر الأحلام أنت تعطيه الحلم وهو يفسر لك يا أشلوم من كان وأنت شو عرفك عم يحكي صح ولا خطأ طبعا مو الكل والله أعلم يا جماعة من صور الظن السيء بالله أولا الظن بأن الله سيعذب عباده ولن يرحمهم من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله يخذل المؤمنين ويهينهم يوم القيامة من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله يخلف المعاد وأنه لن ينصر رسله من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله لن يبعث الخلق وسيتركهم سدى من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله لا يعلم السر ولا يعلم ما في الصدور ولا يعلم ما في غد من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله له شريك في الملك وأن أحدا ينفع غير الله من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله لن ينصر المؤمنين ولن يدخلهم الجنة من صور الظن السيء بالله الظن بأن الله سيترك الظالم ولن يعاقبه يا ناس أحسنوا الظن بالله النبي في صحيح مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله النبي في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربي قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي هذا والله أعلم يا جماعة في ناس تقول ليش في الشيوخ عندهم سيارات يا أخي ليش حرام الشيخ يركب سيارة ما النبي كان عنده ناقة يركب عليها تسمى العضباء كانت لا تسبق وهذا في البخاري بعدين ليش حرام الشيخ يكون غني ما بعض الصحابة كانوا كثير أغنياء بعدين ليش مين يقدر يحرم الحلال قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة بعدين يا أخي ما عم ينسى نصيبه من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا أخي الله يلي يرزق فهذا رزقه لا تحسده لو كان شيخ ليش هذا الشيخ مبشر ولا لازم يكون الشيخ فقير ويمدئد للناس ما يلي يكون حافظ كلام ربه وكلام نبيه مو أولى أنه يركب سيارة من الراقصات والفنانات وأصحاب المعتوات الهابطة ولا هدوك حلال والشيخ حرام فيا أخي نصيحة ظن بأخوك كل خير لا تحسده وباركله وتمنى الخير لأخوك المسلم هذا والله أعلم يا جماعة نحن في زمن إذا أردنا العجل نقول خير البر عاجله وإذا أردنا نتحجج بالظروف والأعذار نقول كل تأخيرة فيها خيرة هي مسألة مزاج لا أكثر النبي في صعي مسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم هذا والله أعلم يا جماعة كان في القرآن تجي على خمسة أوجه الوجه الأول تجي بمعنى صارة كقول الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يعني صارة تجي بمعنى لا زال واستمر كقول الله وكان الإنسان عجولة يعني استمر ولا زال بذلك إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين يعني لا زال واستمر تجي بمعنى ماضي مضى وراح وكان في المدينة تسعة رهط تجي بمعنى الاستقبال ويخافون يوما كان شره مستطيرا تجي بمعنى الحال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا والله أعلم ما هو حكم الزواج بفتاة لا تصلي لا أنصحك بهذا فالنبي في الصحيحين قال فاضفر بذات الدين تربت يداك ما هو حكم إياك بدون تجديد في الصلاة لا تشدد في القراءات يا أخي لأنه مو كل الناس علماء أكثر الناس عوام فلا تبطلوا صلاة الناس هل تجب صلاة الجماعة على المسافر لا لا تجب الجمعة ولا الجماعة على المسافر متى أقول دعاء الاستخارة يقال الدعاء بعد التسليم من الصلاة لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل هل يكتفى بتشغيل صورة البقرة أم يلزم خراءتها هذا وذاك وفي كل خير هل يجوز للولد أن يغسل أمه إذا ماتت الأصل أن النساء يغسلن النساء إلا إذا دعت لذلك ضرورة قصوى لما ماتت بنت النبي أمر النبي أم معطية بتخصيلها ضيف يستحي أن يغتسل إذا احتلم الحياء ليس عذرا لترك الفرض هل يجوز للصلعاء زرع الشعر يجوز لإرجاع نفسها إلى ما عليه عموم الخلق ما هو الوقت المستحب لقراءة صورة البقرة لا يثبت ما هو حكم الرسومات على جدار غرفة الأطفال إذا كانت رسومات ذوات أرواح فلا يجوز أما إذا كانت غير ذوات الأرواح ورد شجرة فيجوز الوقت المستحب لقراءة صورة البقرة ما ورد لكن إيمة ما بدك تقرأ قراءة ما هو حكم مصافحة أمرأة عجوز لا تفعل قالت عائشة ما مست يد النبي يد امرأة قط والنبي قال لا أصافح النساء ما معنى على في قول النبي إذا على ماء المرأة ماء الرجل على ظاهره أراجع شرح نووي في هذه المسألة أو فتح الباري قام الإمام للركعة الخامسة سهوا ولم أتبعه وبقيت جالسا حتى سلم هل هذا صحيح؟ نعم صلاتك صحيح لأن الإمام لا يتابع لا على الزيادة ولا على النقصان هل صلاة الاستخصاء تشترط أن لا يكون ماء؟ لا قد يكون في ماء لكنه قليل ماذا نفعل مع الذين يدعون عند المقابر جهرا وبعد هذا يقرؤون الفاتحة؟ لا تعمل مشاكل عند المقابر يا أخي والميت الآن يحتاج إلى دعاء واستغفار له لو غمرت قدمي بالماء أثناء الوضوء بدون تدليك هل وضوء صحيح؟ الوضوء بإذن الله صحيح إذا وصل الماء إلى أماكن الوضوء لأنه نحن نستخدم التدليك لضمان وصول الماء إلى أماكن وصوله لكن لم نؤمر بالتدليك لا بالقرآن ولا بالسنة هل يجوز أن أنصح الناس وأرشدهم إلى أمور الدنيا والدين؟ وأنا مقصر؟ يجوز واستعن بالله كي يوافق قولك عملك هذا والله أعلم السلام عليكم الشيخي وعليكم السلام تكلم يا أخي الله يجزاكك الخير شلوناك؟ ويجزاك المسلة الشيخ الكريم قصة بيعدنا شيء بيعدنا اختلافة يعني بتعزي أنه الفاتحة يعني ما تجوز على الميت وبيناس تقولوا تجوز وبيعدنا اختلاف يعني بالأمر هذه أنا مالي ومال للناس الله يبارك فيك أنا بالضيق كلام الله قال الله وما كان لمؤمن ولا ممنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله نحن بدنا نرده إلى الله هل الله والنبي أمرني أن نقرأ الفاتحة على الميت والله ما أتحدى واحد يجيب لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا على ميت في غزوة أحد مات صحابته كثر لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا على ميت أبدا على صحابي أبدا والنبي ذهب إلى قبر خديجة ما قرأ القرآن عليها عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقبرة قال أقولي السلام عليكم قوم داري مسلمين ومؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ما قال لقراء القرآن بعد وفاة النبي الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ذهب إلى قبر الثلاثة إلى قبر النبي قال السلام عليك يا رسول الله ذهب إلى قبر أبو بكر قال السلام عليك يا أبا بكر ذهب إلى قبر أبي قال السلام عليك يا أبتي ما قرأ القرآن فقراءة قرآن لا فاتحة ولا غيرا ما في أي دليل والحديث الوارد اقرأوا يا سين على موتاكم لا يثبت لا يصح مضطرب فيا أخي بارك الله بك إذا عندك ميت ادعيله استغفر له تصدق له اقضي الدين اقضي النذر حج وعمره كله يجوز لأنه فيه كله أدلة أما قراءة قرآن عن ميت والله ما ثبت والله وأعلم بعدين يا أخي أنا أسألك سؤال يا عدنان قراءة الفاتحة على الميت قراءة الفاتحة على الميت خير ولا مو خير والله الشيخ حنا جاعد نسألك ما عدنعلم ما عدنطرع على المرادية أنت أفرض أنه إنسان إجل عندك قال لك أخي قراءة الفاتحة على الميت خير ولا مو خير شو رح تجاوبه أنت والله هي رح أقوله خير تمام خير هذا الخير النبي عرفه ولا ما عرفه النبي والصحابة عرفه هذا الخير ولا ما عرفه رح يقول لك عرفه رح تقوله ليش ما عمله رح يسكت إذا قال لك ما عرفه قل له معناته أنت تعرف الخير أكتر من النبي فأخي إذا عندك ميت ادعي له واستغفر له تفضل أخلي فوق إذا تركت الحجاب في غيرك عم يلبسه وإذا تركت الصلاة في غيرك عم يصلي وإذا نسيت القرآن في غيرك عم يتدبره وإذا بعادت عن ربك في غيرك عم يقرب منه بالنهاية ما رح بتضر غير نفسك ما حدا رح يخسر غيرك أنت بحاجة ربك مو العكس والله الغني وأنتم الفقراء لو كل الدنيا يكفر بالله ما رح يضر الله شيئا قال النبي في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا آخر شيئا أنت رح تكون الخسران فانتبه هذا والله أعلم ما هو أجر زيارة المريض النبي في صحيح مسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة ما هو أجر الحج والعمرة النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ما هو أجر الصلاة في المسجد النبوي النبي في صحيح البخاري قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة سواه إلا المسجد الحرام ما هو أجر صيام التطوع النبي في صحيح البخاري قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة ما هو أجر الصبر على المعصر النبي قال من أنظر معصرا كان له بكل يوم صدقه ما هو أجر قراءة القرآن النبي في صحيح مسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ما هو أجر الصبر على فقدان العينين النبي في صحيح البخاري قال إن الله قال إذا بتليت عبدي بحبيبته يعني بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة ما هو أجر تربية البنات النبي في صحيح مسلم قال من عال جاريتيني حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ما هو أجر صيام يوم عرفة النبي في صحيح مسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله ما هو أجر قو سبحان الله وبحمده النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر ما هو أجر صورة البقرة النبي في صحيح مسلم قال اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة ما هو أجر الصلاة على الجنازة النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ما هو أجر كافل اليتين النبي في صحيح البخاري قال أنا وكافل اليتين كهاتين في الجنة ما هو أجر من ترك شيئا لله النبي قال إنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا ما هو خير منه ما هو أجر الهم والحزن في قلب المسلم النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكوى إن لا كفر الله به من خطياء ما هو أجر صيام يوم عاشوراء النبي في صحيح مسلم قال صيام يوم عاشوراء يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها ما هو أجر الصدقة النبي في صحيح مسلم قال والصدقة برهان يعني دليل هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة بهالزمن إذا شاب وصل لأوروبا وشاف نفسه أنه تطور وفكر حاله أنه صار حضاري بلش يعيب على فقر أهله ويتكبر على صحابه أولاد بلده إذا سيد الخلق محمد وصل لفوق سبع سماوات وتكلم مع ربه ولما رجع ما تكبر على حدا وكان ينام على حصير يعلم على جنبه فأنت مين لحتى تتكبر ما هو إثم أكل مال الحرام النبي قال كل جسد نبت من سحتين يعني من حرام فالنار أولى به ما هو إثم شرب الخمر النبي قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة ما هو إثم قطئة الرحم النبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة قاطع ما هو إثم التبرج النبي في صحيح مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما منهم نساء كاسيات عاريات ميلات من ما إلى أن قال لا يدخلنا الجنة ما هو إثم تربية كلاب الزينة النبي في الصحيحين قال من أمسك كلبا فإنه ينقص من كل يوم عمله قراط ما هو إثم التقطيع في الصلاة قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما هو إثم رسم أو نحي الذوات الأرواح النبي في الصحيحين قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم ما هو إثم جمع الذهب بدون زكاة قال الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ما هو إثم أكل مال الربا النبي في صحيح مسلم قال لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه ما هو إثم نقل الكلام النبيب النبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة نمام ما هو إثم التلاعب بالميزان قال الله ويل للمطففين ما هو إثم الامتناع عن فراش الزوج النبي في الصحيحين قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبد فبات غضانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ما هو إثم الشرك بالله قال الله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ما هو إثم الذهاب للمشعودين النبي في صحيح مسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ما هو إثم إسبال الثوب للخيلاء للرجال النبي في صحيحين قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ما هو إثم المرأة التي تتعطر بالطريق النبي قال أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا رحها فهي زانية ما هو إثم أكل مال اليتين قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا والله أعلم يا جماعة في ناس عم تفتح بثعة تيك توك وتحط خبز 70 دولار رح تقريبا رح يروح رح يضل 30 دولار فهذا البيع رح ياخد تقريبا 15 نصف يعني رح يضل لأنه 30 بالمية 15 هو رح ياخده و15 رح يوزع لها الفقراء يعني من الميت دولار اللي أنت بدك تتبرع فيها ما رح يصل غير 15 دولار فمو من الأحسن أنه أنت تشوف لك إنسان يكون ثقة أو أمين أو أنت مثلا توكل شخص يروح يوزع خبز ولا يوزع أي مواد غذائية بها الميت دولار كاملة مو أحسن ما يصل من الميت دولار فقط عشر ولا خمسة عشر دولار النبي في الصحيحين البخاري ومسلم على اختلاف يسير في صحيح مسلم قال النبي إن الله كره لكم القيلة والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في هالطريقة والله فيها إضاعة للمال والله أعلم هل يؤثم من ترك قيام الليل لا هل يؤثم من ترك الصدقة لا هل يؤثم من ترك صلاة الضحى لا هل يؤثم من ترك زيارة المريض لا هل يؤثم من ترك الإصلاح بين المتخاصمين لا هل يؤثم من ترك السن الراتب لا هل يؤثم من اعتزل الناس لا هل يؤثم من ترك اتباع الجنائز لا هل يؤثم من ترك الذكرى بعد الصلاة لا هل يؤثم من ترك سنة السواك لا هل يؤثم من ترك دعاء الخلاء لا هل يؤثم من شرب الماء قائمة لا هل يؤثم من نام على بطنه لا هل يؤثم من يربي الطيور والقطط في البيت لا هل يؤثم من ترك سنن الوضوء لا هل يؤثم من لم يقبل يد أمه لا هل يؤثم من ترك أذكار الصباح والمساء لا هل يؤثم من ترك العقيقة والأضحية لا هذا والله أعلم يا جماعة صرنا بزمن العربي يتفاخر أنه يتكلم عجمي يترك لغة القرآن ويقلب لسانه بألو أهاي يعني شركي اسم العربي يكتبوا كلمة العربي بالأجنبي طيب ليش اللغة العربية شونا قصة لحتى ما تفتغر فيها يعني فرضا شركة اسلام يحطوا بآخرة كو طيب ليش محل اسمه فرضا شام بدوا يحطوا بجنب الكلمة سنتر ما يقدر يكتبوا مركز شام بدوا يحط شام سنتر بدوا يكتبوا سوبر ماركت أو ميني ماركت أو الشرطة يقولوا عننا بوليس كل العالم يفتغروا بلغتهم ونحن العرب نفتغر بغير لغتنا من أسباب تماسك الأمة التفافها على لغة العرب يلي نزل فيها كتاب الله فالله يهدينا قلوا آمين يا جماعة دعاء السفر النبي في صحيح مسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال هذا والله أعلم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من العلماء من يقول طائره يعني قدره الأمر المقدر عليه فالذي يقدر على هذا الإنسان حتما سيراه ومن العلماء من يقول طائره يعني عمله الذي يلازمه يوم القيامة قال ابن عبانس هو عمله وما قدر عليه وقال مجاهد ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد هذا والله أعلم يا جماعي اللي عنده أولاد صابت العين يرقيون لأن النبي في صحيح مسلم لما شاف أولاد أسماء بنت عبيس انحاف وضعاف سأل عن السبب فقالت أسماء بنت عميس إن العين تسرع إليهم يا رسول الله فأشار إليها النبي بالرقي والنبي في صحيح مسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استخسلتم فاخسلوا يعني إذا في عائن أو إذا أنت اتهمت أنه هو اللي أصابك بالعين فخليه يتوضى وصبها الماء عليك لأنه بالحديث لما عامر أصاب سهل بن حنيف بالعين النبي أمر عامر أنه يتوضى وصب بهذا الماء على سهل بن حنيف فشافاه الله وما بيصير للعائن يمتنع عن الوضوء إذا طلب منه ماء وضوءه هذا والله أعلم يا جماعة الأضحية هي سنة عن النبي الدليل النبي في صحيح مسلم قال إذا دخل العشر الأول فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أشعاره ولا من أغفاره شيئا النبي علق الأضحية بالإرادة لأن الواجب لا يعلق على الاختيار فالأضحية هي سنة قال أبو مسعود البدري إني لأدعو الأضحية وأنا موسر خشية أن يظنها الناس أنها فرض وقال حذيف بن أسيد رأيت أبو بكر وعمر وما يضحيان وما بيجوز أنت تجيب خاروف واحد وتعمل أضحية ونذر بدك تحدد يا أضحية يا نذر يا عقيقة يا أضحية أما أنت توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام ثلاث إلك وثلاث لأقاربك وثلاث الفقراء والله ما ورد عن النبي قال الله فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير كل منه طعم الفقير وكيف ما بدك توزع الأضحية ووزعها المهم طعم الفقير هذا والله أعلم يا جماعة النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء يعني التعب والجهد والإرهاق يلي يجيك من هالبلاء والمصيبة يمكن تشوف الموت أهوى منها ودرك الشقاء يعني لما يصيبك ويصلك ويلحقك هالشقاء سواء في الدنيا وفي الآخرة وسوء القضاء يعني كل شيء يسوءك ويحزنك من القضاء المقدر عليك وشماتة الأعداء لما عدوك يفرح ويشمت فيك لما تنزل عليك مصيبة فنعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعداء اللهم آمين هل يجوز القول في الدعاء عاجلا غير آجل نعم يجوز لأن النبي في دعاء الاستسقاء قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا عاجلا غير آجل هل يجوز سؤال أين الله نعم يجوز النبي سأل الجارية في صحيح مسلم أين الله قالت في السماء هل يجوز العمل في شركة لصناعة زجاج الخمر لا ما بجوز لقول الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هل المرتكب الكبير يستطيع الإجابة على سؤال الملكين أمره موكول إلى الله وحده هل أجر تحويل العمل من بلد لبلد تعتبر ربا لا هيجر التعب تمال على قبر ربا هل سيسأل الزوج يوم القيامة عن تبرج زوجته قال النبي كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته هل يصح حج من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار نعم يصح لقول النبي من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في مزدلفه وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه هل يجوز دفع اشتراك في لعبة ثم يأخذها الفائز فقط لا لأنه هذا ضرب من ضروب القمار زوجان اتفقوا على الطلاق في المحكمة فقط على الورق من أجل الراتب لا يجوز وهذا غش والنبي قال من غش فليس منه هل تجب إعادة الصلاة لمن أسرع في صلاته لا تجب عليه لكن عليه أن يحسن في صلاته القادمة هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في وقت الكراهة نعم يجوز لأنها من ذوات الأسباب والنبي قضى سنة الظهر بعد العصر في وقت الكراهة ماذا يفعل العمي في المسائل التي اختلف عليها العلماء يأخذ بالفتوى الذي دل عليها الدليل من الكتاب أو السنة هل يجوز للفتاة الخروج مع صديقاتها للسوق وشراء الملابس يجوز إذا أمنت الفتنة إذا أقيمت الصلاة هل يجوز صلاة الفريضة بنية الفرض وتحية المسجد لا هل يجب في السفر أن يؤمر أميرا عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص ما ثبت هذا عن النبي والحديث بهذا ضعيف غير ثابت رجل معه ما يريد شراء تليفون لمن يريد ثم يقصطه له بزيادة حرام وكبيرة من الكبائر ربا مقنعة لأنه دخل وسيط ممول يعني بين البعع والشارع رجل بعيد عن زوجته عشر سنوات ثم رجع لزوجته من السفر هل يلزم كتب كتاب جديد؟ لا لأنها ما زالت زوجه هذا والله أعلم يا جماعة العذر تلات مرات موسى لما كان مع الخضر اعتذر في الأولى والتاني التالثي قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا جبريل لما قال للنبي اقرأ قال ما أنا بيقارئ قال اقرأ قال ما أنا بيقارئ التالثي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اللي يترك صلاة الجمعة ثلاث مرات بدون عذر طبع الله على قلبه والاستئذان ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع الطلاق الأولى للتنبيه الثاني للتالثي خلص إذا طلقته راحت عليك ما عد تقدر ترجع له لحتى تتزوج غيرك يقول والله اعتذر خلص ما عد فيه هذا والله أعلم سلام يا جماعة في شخص عنده بستان وبده يعمل سور له البستان بس فيه شجرة لجاره تقطع طريق البناء فقال له بيعني هالشجرة ما قبل فجاء صاحب البستان إلى النبي يشكو إليه فقال النبي لجاره أعطيه هي النخلة مقابل نخلة إليك بالجنة ما قبل رفض فالصحابي أبو الدحداح سمع هالكلام ورحل عن جاره قال له ادبعني هالنخلة تبعك ببستان كبير فوافق وذهب أبو الدحداح إلى النبي فقال يا رسول الله أنا اشتريت هذه النخلة بنخلة في الجنة فالنبي في صحيح مسلم قال كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح شوف الصحابة كيف يبيع الدنيا مشان الآخرة الله أكبر هذا والله أعلم يا جماعة الشهرة الشهرة مانا بالتبرج وخلع الإحجاب الشهرة مانا بالغناء والرقص الشهرة مانا بالكذب والانتقاد والحكي عن الناس الشهرة مانا على حساب دينك وكرامتك وعرضك الشهرة مانا بنشر الرذيلة وإفساد المسلمين شوقي مت هالشهرة إذا كان آخرته حساب وسؤال وسيئات شوقي مت الشهرة إذا أنت كسبت الدنيا وخسرت الآخرة شوقي مت الشهرة إذا كنت بالدنيا مشهور وبالآخرة مفضوح شو قيمت الشهرة إذا آخرت النار وغضب الجبار شو قيمتها يا أخي إذا بدك كيلو بطاطا أو صندويشة شاورما ما راح تكون ببلاش بدك تعمل وتتعب لتشتريون معقولة جنة عرضها السماوات والأرض بدك ياها ببلاش يمكن تتعب كل عمرك حتى يصير عندك شغفة بيت وراح تموت وتترك هالبيت لأنه مؤقت معقولة بدك بيوت وبساتين بالآخرة إلى أبد الآبدين ببلاش معقولة نتعب مشان شي مؤقت وزائل وما نتعب لشي أبدي دائم معقولة نضيع عمرنا على شي راح نتركه ونلتهي عن الشي يلي بالآخرة نتمنى أنه نملكه معقولة نرضي الخلق ونغضب الخالق معقولة مشان العمل نضبط المنبه ونفيق ومشان صلاة الفجر نتحجج أنه ما نقدر نفيق معقولة نعرف أنه فيه موت وما نعمل لبعد الموت معقولة مشان دنيا فانية انضيع الآخرة الباقية معقولة قال الله ذرهم من العلماء من قال هذا تهديد ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل يعني خليهم يأكلوا ويتمتعوا بها الدنيا ويلهيهم بها الدنيا الأمل فسوف يعلمون هذا تهديد ثاني أنه حياته أنه هناءه أنه متع رح يشوفوها إذا كان بين تهديدين متى يهنأ العيش بين تهديدين يا جماعة رح أسأل سؤال ويلي بيعرف جوابه بإذن الله المكافأة والمكافأة هي عبارة عن دعوة بظهر الغيب لا تأخذوني هاي مكافأتي وهاي إمكانياتي لو فرضا في رجل اتزوج بأمرأة وأنجبوا ولد فرضا اسمه أيمن وبعدين اتطلقوا فالرجل راح تزوج بأمرأة غريبة وجاب منا ولد والمرأة تزوجت برجل غريب وجاب منا بنت بيجوز هالولد والبنت يتزوجوا من بعض وهنن إخواته اللي أيمن يعني أيمن رح يقول أخوي اتزوج إختي يجوز ولا ما بيجوز أتمنى أنه تجعبه يا جماعة أنا أنصح كل مسلم أنه يعمل صفحة على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على التيك توك أو غير برامج ويبلش يعمل محتوى ديني لنفسه يترك أثر قبل ما يموت يترك صدقة جارية عن نفسه يعني إذا أنت رجعت من الشغل أحسن ما تضيع وقتك على المسلسلات والسهرات والقال والقيل والأراغيل احفظ لك لو حديث أو تفسير آية صوره وانشره لا تقول ما معي شهادة مو ضرور الشهادات يا أخي النبي قال بلغوا عني ولو آية لا تقول أخجل شوف محتوى التافهات رقص وغناء وتبرج ما يخجلوا أنت بدك تخجل لأنه بدك تنشر كلام ربك انشر ياللي تعرفه انشر الصح وتوكل على الله وإذا كنتي امرأة لضعي وقتك اعملي مونتاج لحديث أو تفسير آية وانشريها كتابة رح تكون بميزان حسناتك بإذن الله يا ناس زاحموا محتوى أهل الباطل هذا والله أعلم يا جماعة النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال اجتنب السبع المهلكات يعني المهلكات أول وحد الشرك بالله قال الله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الثاني السحر أنك تتعلم أو تعمل فيه ثلاثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أربع أكل الربا وكل من يتعامل فيه لأن النبي قال لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه خمسة أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ستة تولي يوم الزحف يعني أنه أنت تهرب من العدو في المعارك وسبعة تتهم أي شخص بالزنا وما عندك ثلاثة شهود معك يعني أنت الرابع كبيرة من الكبائر لأنه أنت راح تكون فاسق وتسقط شهادتك بين الناس ويقام عليك حد القذف هذا والله أعلم السلام شكرا للمشاهدة